بعد أحلى وأجمل تشكيلة من المقبلات أساسية جداً على صفرتنا في العظمات وخصوصاً في شهر رمضان الكريم عملت بعجينة واحدة شكلين من السنبوسك وسبرينج رول وأحلى وأطعم كوبيه بشامي بطريقة اقتصادية ده شكل السنبوسك بعد لما تقلع ما أرمش وخطير جداً والأطباق بتاعتي أنا جهستها على التفريس لو عجبك الفيديو ما تنسوناش في لايك وكمان الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم إلى شعرات بوصفاتي الجديدة أول بأول شايفين ما شاء الله شكل الأطباق بتاعتنا عاملة إزاي؟ يلا بينا بقى نبتدي ونشوف عملنا أحلى وأجمل مقبلات إزاي أنا جبت كيلو من الدقيق حطيت عليه معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح وتلت كباية من الزيت وقلبت الدقيق كويس جداً عشان الدقيق يتغلف بالزيت والملح والسكر وكل المكونات اللي احنا حطناها المياه هنعيرها وإحنا بنشتغل مع بعض لأنه بيختلف من دقيق لدقيق هنحط أول كباية من المياه الدافية مش السخنة وبعد كده أنا هبدأ أقلب الدقيق بتاعنا تمام؟ وتاني كباية هضفها أنا خدت هنا على معيار كيلو الدقيق من كبايتين وربع لكبايتين ونص على حسب نوع الدقيق بتاعك أنصحك نص الكباية الأخيرة ضفيها بالتدريق ممكن تاخدي كبايتين وربع وممكن تاخدي كبايتين ونص اللي بيبقى كويس جداً وهبدأ بقى أتدخل بإيدي عشان أعجن العجينة كويس وشوف العجينة زي كانت محتاجة مية تاني ولا لأ أنا هنا احتاجت حوالي نص كباية تاني من المياه يعني خدت كبايتين ونص اللي حاجة بسيطة معلقة أو معلقتين من المياه زي ما انتو شايفين كده زودت تاني على حسب قوام العجينة معيكي أهم حاجة أنا عاوزة عجينة مش هنقول إن هي أسية لكن بتلزق حاجة بسيطة رشية الرخامة بالدقيق وبدأت إن أنا أفرد العجينة كويس جداً لا يقل عن عشر دقايق من العجين عشان العجينة معيكي تبقى بالشكل ده نعمة وبتمط ومش مقطعة طبعاً لو عندك عجين خير وبرجة هاتي البولة اللي احنا عجلنا فيها رشي رشة من الدقيق وبدأي إيه؟ حطي العجينة فيها وغطيها بكيس تلاجة أو بستريتش وسيبيها ترتاح ساعة عشان نبدأ في تشكيلها هنبدأ في الكبيبة عندي هنا كبيتين من البرغل الناعم ده قبل ما أطحنوا في المطحنة حبيت أوريكوا الخطوة دي لازم يكون ناعم عشان ملمس الكبيبة يكون حلو معاكي حطيت عليها مية مغلية أو الكباية هيا أنا هنا خط كبايتين ونص من المية المغلية على كبايتين من البرغل اللي طحنتوا في المطحنة مهم جداً خطوة إنك أنت تطحني وهبدأ إن أنا أقلب البرغل بالمية السخنة واسبها شوية كده لحد لما البرغل يمتص المية اللي احنا ضفنوها شايفين ده شكل البرغل بعد لما ضفت المية جيبي بقى الكبا بتاعتك وممكن على فكرة تشتغل بإيدك لو مش متوفر عندك كبا مفيش أي مشكلة ديفي البرغل فيه الكبا وهنحضر كباية من الدقيق قابلة للزيادة لو حسيتي إن القوامل العجينة محتاجة دقيق هبضيفي معلقة ولا معلقتين التوابل هنا ملح وفلفل سبع بغرات كبابة صيني بغرات لحمة ووضبطي الملح بتاعك وعندي معلقتين من الزيت وبصلايا صغيرة فرمتها ناعم جدا وكباية من الدقيق وابدقي بقى كده إيه إضرابي الخليط ده كله في الكبا بتاعتك وزي ما قلتلك تقدري تعجينيهم كويس جدا على إيدك هتبقى معاكي تحفة ده شكل العجينة بتاعتنا بعد لما اتخلطت كويس جدا في الكبا نزلتها في البولة وسويتها وسبتها في الفريزر نصف ساعة عشان أبدأ في التشكيل جبت كوباية فيها زيت جنبي وبدأت إن أنا أشكل هقولك طرقتين تشكيل حلوة قوي للكبا الأنسب ليكي أعمليها بتجيبي قطعة من الكباية بعد ما تدهيني صوابعك وإيديكي بالزيت وتفرغي كده الكباية من جوا ودي الحشوات اللي احنا عملناها الحلقة اللي فاتت شايفين سهلة إزاي وأنجزتني طلعت الطبق على طول فك من الفريزر وهبدأ إن أنا أحشي بتحشي بقى لحمة مفرومة كمية كده إيه حلوة وتبدأ إن كنتي إيه تقفلي على العجينة بتاعة الكبابة بالشكل ده وتبلي إيدك بالزيت عشان تشكل معاك الزيت هنا أحلى كتير من الميا عشان لما بنيجي نفرازها بتبقى عاملة زي عازل كده بتطلعيها كويس جدا من الأطباق الفو ما بتلزقش معاك شايفين أنا بشكلها إزاي تاني طريق التشكيل للكبابة بتفريدي كده وتبططي الكبابة على إيدك زي ما أنتوا شايفين وبتحطيها وبتقفليها زي القطايف والطريقة دي هتبقى للمبتدئين أسهل كتير من الطريقة التانية لكن أنا حبيت أوريكم الطريقتين عشان اللي حابة تعمل أي طريقة منهم والطريقة اللي تناسبها تعملها عجينة السامبوسك بعد ما ريحناها ساعة مهم جدا تريحيها عشان تبقى سهلة في الفرد معاك خدت جزء من العجينة والجزء التاني غطته بالكيس عشان ما ينشفش مني جبت شوية من الدقيق ضفتهم على الرخامة وبدأت أفرت في الأول بإيدي وبعد كده كملت بيننا الشابة زي ما أنا بعمل كده عاوزة سمك العجينة ما يكونش لرؤية قوي ولا سميك قوي جبت القطاعة بتاعتي أو الكباية وبدأت أقطع العجين عشان تكون كل قطع السامبوسك قد بعض واللي باقي من العجين عجنته تاني وسبته يرتاح عشان أشكله جبت الحشوة بتاعتي وضفتها في قطعة العجين وبدأت أقفل أكنك بتعملي قطايف إضغطي كويس عشان ما تفتحش منك في الزيت جيبي شوكة وبدأي اعملي كده عشان تدي شكل جمالي وبرضو ما تفتحش منك جاهزي الأطباق بتاعتك الفون وحطي كيس وبدأي رصي السامبوسك بتاعك ده أول شكل معنا جبت جزء تاني من العجينة قطعته على 8 كور قد حجم اللمونة أو البيضة البلدي وبدأت أفرد أول أربعة على الرخامة مرشوشة برشة خفيفة من الدقيقة زي ما أنا بعمل كده وجنبي بولة من الزيت والفرشة وبدأت أدهن الطبقات العجينة اللي أنا فردتها بالزيت كويس جدا أهم حاجة تدهني التروف بتاعت العجينة عشان لما نيجي نفصلهم من بعد ما تتقطعش منك ورش رش بسيطة من الدقيق وبدأي أدهني تاني العجينة التانية وضي فيها على الجزء المدهون اللي مرشوش بدقيق وكل الطبقات هتخلص بالطريقة تي زي ما أنا بعمل كده ما تبخليش عليها بالزيت وضيفي شوية من الدقيق وبدأي حطي قطعة العجينة وفي آخر طبقة هي دي اللي مش هندهنها خالص عشان تبقى سهل علينا في الفرد شايفين؟ بكل سهولة تدهني تاني وضيفي شوية من الدقيق وتروحي حطي آخر قطعة من العجينة ومش هندهن خلاص تاني هاتي بقى النشابة بعد لما تبططي بإيدك كده وتبدأي تفردي بالنشابة على شكل مدور التكة هنا أول ما تفردي تروحي قلبك العجينة لأنه بتكون قطعة العجينة اللي من الناحية دي بتكون زي ما انتو شايفين مش مستوية تبدأي تفردي بإيدك هتطلع معاكي بمنتهى السهولة وارجعي فردي تاني بيننا الشابة عشان يكون كل قطعة اللي سبرينج رول قد بعض شليها على طول وعلى صنية اقلبيها ونار تكون متوسطة أهم حاجة الصنية تكون سخنة أول ما لون العجين يغير ابدأي اقلبي العجينة مش عايزة ياخد لون خالص هاتي بقى جزء تاني من العجينة وقطعته قوار أكبر شوية قد حجم البرتقانة البلدي وبدأت أفردهم بنفس الخطوات الأولانية ودهن ما بين الطبقات بالزيد كويس جدا جدا وأضيف شوية من الدقيق وحط الطبقات على بعض وبنفس الخطوات وأفرد العجينة كويس بس سلتكة هنا بنفردها على شكل بيضاوي أو مستطيل عشان نعمل إلسان بوسك الناس اللي بتخاف تعمل إلسان بوسك بالخطوات دي هيطلع معاكي ممتاز جدا من أول مرة ابدأي برضو قلبي العجينة وفريدي بإيدك هتطلع معاكي بمنتهى إلسهولة عشان تكون كل الطبقات قد بعد زي ما انتو شايفين فريدي كويس مش عاوزينه يكون رؤية قوي لا رؤية قوي ولا ساميك قوي أول ما تعمليه تروحي على طول حطاه على الصنية بتاعتك السخنة والتكة دي مهمة عشان لو سبتيه هيمسك في بعض ويعجن خدوا بالكم من الحاجات الصغيرة دي عشان ينجح معاكي بدأت أفصل السبرينج رول عن بعد بعد لما سويته وكنت أحطاه في فوتا لحد لما خلصت سويت باقي إلسان بوسك شايفين بيتفصل إزاي بمنتهى إلسهولة ما تبخليش عليه بدهان الزيت عشان يطلع معاكي بالشكل ده إلسان بوسك جبته قطعت الحروف بتاعته والحروف دي مش بنرميها أنا بعملها بطريقة حلوة بقطعها بالمقص وحمرها في الزيت وعملها زي الدوريتوس للولاد وحط عليها تنبودر وبصل بودر وملح بتبقى حلوة وممكن تحمريها وتعملي منها أم علي ابدأ يقطعي كده السامبوسك حاول يكون كله قد بعض زي ما أنا بعمل وهنبدأ إن إحنا نمسك السامبوسك ونشيل الطبقات شايفين بيطلع إزاي أحلى كتير من الجاهز من كيلو دقيق عملنا كذا شكل ما شاء الله خطير جدا هاتي بقى الحشوة بتاعتك أول حاجة معانا جبت بولة وحطت فيها شوية من دقيق على معلقتين من المياه عشان ده هتبقى المادة اللاصقة للسبرينج رول أو السامبوسك مايفكش منك حطي الحشوة وبدأ يقفلي زي ما أنا بعمل كده في لفة سبرينج رول اضغطي كويس ما تخليهاش مفرغة خليها مضغوطة وتيجي في الآخر وتجيبي الدقيق والمية وتبدأي تعملي كده بالمعلقة وتقفلي كده مش هيفتح معاكي أبدا في الزيت هاتي لطبق الفوم وبدأي رصي السبرينج رول بتاعك قيل سامبوسك طريقة لفة سهلة جدا حطي الحشوة وبدأي اعملي زي ما أنا بعمل كده حبيت أعملها لكو على الرخامة عشان تكون سهلة عليكم للناس اللي أول مرة تعملوا ابدأي يدهني بالدقيق وقفلي وكده يبقى السامبوسك جاهز معنا كل الكمية هتخلص بالطريقة دي شايفين سهل جدا وبسيط ورصي الكمية بتاعتك شايفين ما شاء الله حلو جدا وده كان الشكل النهائي للأطباق الخطيرة بتاعتنا عملنا الكوبيبة بطريقة اقتصادية وما كلفتناش حاجة كمية ما شاء الله عليها حلوة جدا والسامبوسك بشكلين وسبرينجرول كمان وده لما قليته في الزيت شايفين شكله مقرمش وخطير مشرف جدا لو عندك عزومة وفي رمضان كمان بيكون حلو قوي المقبلات دي على صفرتنا شايفين شكل السامبوسك حلو ازاي ورؤية اتمنى تكون حلقتي النهاردة استفدتوا منها بتنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب عشان يوصل لكم الاشعارات الجديدة للوصفات بتاعتي اول باول